رغم طلب الولايات المتحدة الأمريكية من صلطات جبل طارق تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية غريس واحد إلا أن المحكمة العليا أفرجت عن الناقلة وسمحت لها بالمغادرة رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو قال إنه تلقى وعدا مكتوبا من طهران بعدم تفريغ الحمولة في سوريا الخاضعة لعقوبات أوروبية موضحا أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية من المغادرة الولايات المتحدة الأمريكية اعتبرت أن الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني المصنف أمريكيا على قوائم الإرهاب عن طريق نقل النفط من إيران إلى سوريا مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأفراد المرتبطين بالناقلة ومهددة بحظر منح تأشيرات أمريكية لطاقة ميغريس واحد وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية الخارجية ختمت بيانها بالقول أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سوريا وغيرها ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأمريكية فيما يتعلق بإيران والحرس الثوري من جانبها ذكرت إيران على لسان مسؤول في منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية أن نقرس واحد ستتجه نحو موانئ بلدان حوض المتوسط واحتجزت بريطانيا الناقلة في جبل طارق منذ مطلع تموز الماضي للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى نظام الأسد وأدى احتجازها لتأجيج التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى